وإلى ولاية العصابة حيث يشهد سوق بلدية الغران نشاطا تجاريا بالتزامن مع موسم الخريف والخصوصية السياحية للمنطقة المزيد عن هذا السوق متابعه في سياق تقرير مراسل الموليتانية في ولاية العصابة نظرا لخصوصيتها الجغرافية والسياحية يشهد سوق بلدية الغران هذه الأيام حركة تجارية نشطة تزامنا مع العطلة الصيفية وموسم الخريف الذي تستقطب فيه المنطقة العديدة من الزوار الباحثين عن الراحة والاستجمام وفي جانب التموين الغذائي للسوق ونتيجة للنجاح الذي شهده المنتوج المحلي خاصة الخضروات والحبوب استطاعت مزارع البلدية تزويد سوق القران بالمواد التي تتطلبها المائدة المحلية السوق حريصة لتوفير هذه المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطني لا سياما في هذه الفترة اللي يخلق فيها التوافد الناس كامل فترة موسم الخريف خالق أشياء محلية هون كيف هاد لقاها وكيف هاي الخضروات في موسمها وصنع أياد محلية هوناتيها السوق هون يقبضها اللام المزارعين شجعهم هون على العمل في الوقت اللي يستفادوا ملي بيع بضاعتهم محليا السوق هون سوق القران سوق زين فيها الخضار جينا من كيف فترة تشتعد عندنا نحن الخضار هون نتجوه وهي الفترة بارك نشرولها من كيف مشغل سعر زين مناسبة بعض الوقات تعدوها عارشوية بعض الوقات تعدوها مناسبة ما شاء الله الناس هون خرافة قاعد جيز الفترة ياسر حتى الضواحي يجونا هون السوق يشهدوا كذلك غفرة في البضائع والأغراض الأخرى التي يحتاجها الزبناء إلا أن عملية التموين تتأثر بالحالة المناخية وبأي هطول المعتبر للأمطار مما يخلق صعوبات في نقل البضائع من عاصمة الولاية كيف هذا السوق لله الحمد منتوفر فيه جميع المتطلبات الضذائية بشكل لله الحمد دائم وولاهم نقول بنا على أن السوق تخصه شيء من الإمكانيات أولاً ما زالت عنده مشكلة النقل لأن هذه المواد اللي تجيه مواد مستوردة من الولاية وتطرح له بعض من اللوقات اللي تود فيه مواد نقلها يطلب الصرعة ويعود بطء هذا في فترة الخريف فقط لأن تخلق هم فيل التورس من المياه اللي جاية من هذه لشبال اللي هي ودقدت أقلق السوق مدة نهار إلى نهارين وفرة العرض ويقبال الزوار خاصة في موسم الخريف عوامل لها إنعكاساتها الإيجابية على السوق وعلى سكان البلدية بشكل عام الشيخ الحمد الموريتانية بلدية القران